السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهار ده هنتكلم على مجلة بيم اريبيا بيم اريبيا اولا مجلة بيم اريبيا تمام مجلة بتنقش البيم طيب ايه هو البيم البيم هو ان انا بما اعمل تمثيل او نمزجة لكل خصائص المبنى بحيث اقدر اعمل سيموليشن اقدر اشوف التكلفة المشروع ده هتكلف قد ايه قبل مبنية ده كل ده على الكمبيوتر بيبقى معي الموديل كان انا بنيت المبنى وبعد ما بنيت المبنى بس فتت المبنى بس انا بنيتو على الكمبيوتر فما كلابنش اي حاج خالص وبكتشف المشاكل وبكتشف الاخطاء كلها على الكمبيوتر وده بيوفر كتير جدا وبيدي لي فوائد كتير جدا من فوائد الموضوع في دول كتير جدا خلت الموضوع ده ايج باري تمام زي امريكا في المشاريع الحكومية بتاعتها زي بريطانيا من ابريل 2016 زي النرويج فنلندا الجيرماني في بعض المشاريع ايطاليا فرنسا سين غفورة هونج كونج السين كوريا الجنوبية اليابان تمام كل دول كتير جدا في دبي يعتبر الدول الوحيدة في الدول العربية مدينة دبي هي خلت البيم اكباري لبعض انواع المشاريع اكتر من 20 دور لو جاءوا الشركة الاستشارية شركة من بره دبي فلازم تعملوا بالبيم لان هما لقوا ان البيم بيوفر وبيعمل مزايا كتير جدا وهما من وجهة نظري موضوع ان هو بيوفر المواد الخام لان المواد الخام دي بش ملكنا حتى لو انت دفعت فلوسها فهي بش ملكنا دي ملك الاججال القادمة ولازم نحافظ عليها ونسلمها لهم ما يفعش عشان نحن نبني نهلك كل الخشب نهلك كل المواد الخام الهالج بيبقى نسبة كبيرة من المشروعة ممكن عشرين في المية ثلاثين في المية يعني ده بتحقينا فلازم نحافظ عليها فلما احنا شوفنا الموضوع دوت اهتمينا بالموضوع فبدأنا ندرس دي صورة من الدكتور بلال سكر بلاينا ان لازم عشان نطبق البيم في بلالنا لازم في ثلاث لاعبين اسيين او ثلاث حاجات اسية لازم تكون موجودة في البوليسي في جهات بتبدأ تحط طريق الشغل بتحط السياسة بتبدأ تحط الكود اللي ناسها تشغل عليه في البوليسيس دي شركات السشرية والمولات اللي بتتبنى البيم في جزء الخاص بالتكنولوجي دي شركات اللي هي بتعمل سوفتوير او بتعمل البلاجين وهكذا تمام دي اللوحة تفصيلية اكتر تمام فاحنا في بيم عربية موجودين هنا وبنتعاون مع اي حد موجود في البوليسي وبنتعاون مع الشركات اللي هي موجودة هنا في البوليسيس وبنتعاون مع الشركات اللي بتعمل برمجيات البيم سواء بنبدأ نعمل احنا بعض البرامج البسيطة او بنعمل اه مراجعة للبرنامج ونبعت لهم نقول لهم البرنامج محتاج يتطور في ايه ومحتاجين في ايه او احنا نأمل الزهار الجاي ينزل فيه كمام العدد الاول لما بدأنا فيه دي اسامي الناس اللي شركت في العدد الاول المهندس كمال شوقي دكتور ربالة سكر عملنا مع لقاء المهندس ايمن انديل محمد حماد المهندس سامر الجهري المهندس معاذ النجار دكتور سامر السياري المهندس احمد لطفي دكتور حمزة مشرف دكتور صلاح عمر امران ما شاء الله يعني اول ما بدأنا نفكر في الموضوع محدش تأخر وبدأنا نتبنى فكرة ان بقى فيه مجلة للبيم واحنا كنا وثقين ان البيم بش حاجة بسيطة بش حاجة بسيطة يكفي ان احنا نكتب فيه مكالتين تلاقيات عارفين ان هو مجلة طويلة جدا كميت معلومات رهيبة جدا بتعمل فيها رسالة الدكتوراه وبتعمل فيها رسالة الماجستير فبدأنا النظر الموضوع بحيث ان يبقى فيه سلسلة من المقالات والكتب اللي نقدر نعملها احنا هدفنا ايه هدفنا ان احنا نطور ونقوي امكانيات المهندس العربي بحيث ان هو يقدر ينفس الاخرين ونقدر عنده كفاءة ونقدر نديله المعلومات اللي هي ما بتدرسي في الجامعة صدر حتى الان 27 عدد وان شاء الله لما تكون سمعت الفيديو ده يكون صدر اعداد تاني بازن الله وفي الاول كان التصميم بسيط بدأ يتطور والحمد الله بدأ يبقى هو مستوى كويس جدا بنفس المجلات البروفيشنال وصدر من الانجليزي حتى الان عشر اعداد وشغلين في ال 11 وال 12 وبرضو ما شاء الله يعني الحمد لله ناس كتيرة جدا قردت العبد الانجليزي واسنت عليه وعجبها الناس لاست لغته بالعربي وقالوا ان هو ممتاز جدا وبنصحت الطلاب يعني مفيدة كتير الجامعة كانوا بنصحت الطلاب بطوحهم في جامعات في بريطانيا ودول تانية انها تكرق العدد وفي العدد الشغالين في كاسة لغة منها الفرنساوي والاسباني والالماني والتركي وان شاء الله برضو تصدر ويبقى مفيدة برضو للنس ده شكل الموقع تقدر تحمل كل المجلات العربية والانجليزية واي لغة تانية من الموقع بدون اي مشاكل خالص وبدون اي رسوم بدون اي فلوس الفريق بتاعنا عمر سليم بيم مانجر ودكتور بيل سكر مقيم في استراليا وعمل موقع بيم سينكس بيس وعمل قموس البيم وشغل الجبار ما شاء الله يعني محتاج باوربوينت الواحد عشان نقول الانجازات بتاحته ما شاء الله يعني هو كل واحد من الفريق ما شاء الله يعني موسوعة الواحده دكتور نشوان داود في بريطانيا دكتور نوها صليب مصرية وبتدرس في بريطانيا دكتور هاني عمر في ديوة في وزارة المياه في الامارات دكتور سامر السياري مصري وكان بيدرسه جامعة اسكندرية وحاليا في جامعة بيروت ومشاء الله معروف طبعا يعني غنى على التعريف دكتور محمد القاسم بيدرس في بريطانيا دكتور ياسر او سعود دكتور حمزة مشرف في استراليا سعودي المهندسة سوني احمد بتحضر الدكتوراه في تشيك من سوريا المهندس كامل شاوي المهندس صلاح امران وكتير جدا جدا ما شاء الله يعني اضيق كل مجال بذكرهم بيتعاونوا ما شاء الله في عمل المقالات وفي البراجعة وفي النصايح واي حد بيعمل رسالة الدكتوراه وماجستير ما بيتخرش عنه باي معلومة ربنا يبارك فيه في كل عدد بيقى فيه ابواب سابتة وبقى فيه تغطية المؤتمرات بيبقى فيه منقشة لبعض السوفتوير بيبقى فيه اخر اخبار موجودة في السوق منقشة لو فيه برنامج نزل جديد بنبدأ لنتكلم عنه عشان ان ننشر اي مقالة بلازم فيه ش regime شروط انها بتكون اه ما تناقش ش الموضوع ده قبل كده يكون المقالة اه واضحة سهلة وفيه ترتيب بالافكار ويكون في مقدمة واضحة بتوضح اللي احنا بنقشه بيكون في صور توضح الكلام الموجود الحمد لله احنا بنتعاون معاي حد بيطلب المساعدة سواء بعمل الدكتوراه ومجد سير او الشركة بتاعته عايزة تطبق البيم فبنبدأ نتعاون معاي في كتب الحمد لله طلعناها من قلب بيم ارابيا منها كتاب الطريق الى البيم ده العمر سليم والدكتورة سوني احمد وفي موضوعات كتيرة بالنقشها في قلب المجلة ومن دلنا الحقيقة اللي احنا نفخورين ان احنا عملناها في بيم ارابيا كموس البيم ده احنا ترجمنا كموس بتاع دكتور بلال السكر بحيس ان المصطلحات تبقى موحدة بيننا ما ينفعش واحد يقول كلمة والتاني يفهم معنى اخر فبحاولنا ان احنا تبقى المصطلحات موحدة في كموس البيم اهم المواضيع اللي اتناقشت في مجلة بيم ارابيا في موضوعات كتيرة جدا اتكلمنا عن الاجمانتد رياليتي اتكلمنا عن البيم ومرحل المشروع البيم وازاي بيقلل المخاطر المشاكل الفاميلي زي نقدر نفهمها وزي نقدر نعملها باسلوب بسيط الحمد لله المجلة سجلت في بريطانيا وحاليا بنسجلها في الاتحاد الاوروبي وحاليا بنحاول نعتمد المجلة في اكتر من الجامعة بحس انها تنشر وحس ان كتب الجامعة يتبادلوا معنا وينشروا في مجلة بيم ارابيا الحمد لله بيم ارابيا رغم الفترة البسيطة الموجودة فيها بس الحمد لله قدرت تعمل شراكة مع اماكن كتيرة جدا في دول كتيرة جدا شاركنا في مؤتمر بيم ايج ابتدي شاركنا مع زي جرت ده في اسبانيا شاركنا في مؤتمر كويت شاركنا مع دار الامارة في قطر فيتشر بيم ايج ابتدي شاركنا في التشيك شاركنا في لاتفيا فان شاء الله واحدة واحدة بنبدأ ان ننتشر بيم ده ان نتعرف على المنظمات اللي هي ممكن تساعد في تطبيق البيم بنبدأ نتعاون معها وبنبدأ ان اي حد يطلب مساعدة من حاول نتعاون معها بحاول سهل الامور ان شاء الله وان شاء الله يعني نتمنى ان احنا نقدم حاجة لبلدنا وتكون حاجة مفيدة ان شاء الله ولا تنسوا نمدعوكم